السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين في كل مكان النهاردة هنكمل مع بعض يونيت سيكس هنذاكر مع بعض النهاردة ان شاء الله اخر حلقة معنا في منهج الماس اكيد كلكم مبسوطين جدا زي ما انا كمان مبسوطة ان انا قدرت ان انا اخلص معاكم المنهج الحمد لله فعذروني جدا لو النهاردة الفيديو بتاعنا هيكون طويل لكن علشان زي ما قلت ان هو اخر فيديو معايا ونلحق ان شاء الله نبدأ نراجع قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة يعني نبدأ مع بعض زي ما شايفين معايا عن وان درسال النهاردة writing expressions to represent scenarios يعني بيقول كتابة التعبيرات علشان تمثل مواقف درسال النهاردة درس سهل وبسيط لكن هو محتاج كده تركيز تمام هنتضرب عليه من خلال فهنا عندنا طبعا اكيد فاكرين مسائل اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت كنا في المسألة كنا بندور على المسألة لو فيها بنبدأ نحل نفكه تمام ولو ما فيش عندنا ببدأ ادور على او بدور على اللي بلاقيه الاول هو اللي ببدأ بيه تمام وبعد كده ببدأ بيه علامة البلاس او الماينس وبرضو اللي بلقاه في الاول هو اللي ببدأ بيه طبعا بيكون من ناحية اليسار تمام انتنا المرة اللي فاتت هو كان بيدينا المسألة جاهزة واحنا بنبدأ نحلها لأ المرة دي بيدينا زي مسألة كده كلامية تمام وبيطلب منينا ان احنا نكتب ده نكتب التعبير اللي اخدناه المرة اللي فاتت طب تعالوا نشوف بيقول هنا يعني اجمع الرقم ده يعني عاوزنا نعمل للاتنين دول تمام وبعدين وبعدين بيقول لك اضرابه في ده اعمل له يبقى الرقم ده هقول له الرقم ده هقول بلاس وبيقول لك اعمله بعد كده يعني اعمله يبقى هقول له اللي هو الرقم ده وطبعا طالما انا عرفت ان دول هعمل لهم وطالما هو حدد لي ان انا هعمل لدول بمعنى ان انا هبدأ بدول فانا هحطهم ليه حطهم عشان هو هنا بيقول لي ثم يعني انا هعمل لهم يعني انا هبدأ بهم اعمل لهم وبعد ما عمل لهم اللي هيطلع هو اللي هعمله طيب ما ده فانا بعمل امتى الكلام ده ازا كان عندي فانا هحط هختار مين هختار اللي هي دي تمام طيب بيقول اطرح الرقم ده من ده يعني عندنا رقم ده هو الكبير هعمله الرقم ده يعني انا هقول لحشان هو بيقول لك ايه اطرح ده من ده يعني هو ده اللي هعمله ماينس يعني هقول عندنا فاهمين معايا ان انا هقول 5.6 هقول ماينس الرقم اللي هو ده 3.8 تمام؟ بعد كده بيقولك يبقى انا هما الاتنين دول هعطوهم وهقول الرقم اللي هو ده تمام؟ فين المسألة دي المسألة دي اللي هي اخر واحدة يبقى هعمل لهم ماتش فاهمين معايا؟ يعني انا بترجم الكلام المكتوب وانا بعمل ترانسليت للكلام المكتوب هنا بيقول ده من ده يعني ده عنده الرقم الكبير هقول ماينس الرقم ده وبعدين بيقولك بعد ما بتخلص هتعمل هتعمل لهم بالرقم ده تمام؟ هنا بيقولك الرقم ده يبقى تمام عرفت ان ده بعدين بعد ما هتخلص يعني اعمل لهم ايه؟ ايه؟ يبقى انت هتعمل ايه؟ يبقى انت هتقول الرقم ده طايمز الرقم ده تمام؟ يبقى انا هقول لها عندنا هفتح طبعا هعمل بعدين بيقولك الرقم ده فانا هقول له الرقم ايه؟ الرقم ده تمام؟ طيب حد يسأل طب هنا عندنا في المسألة شايفين معايا؟ اختار اول واحدة حد يقول يا مستم هو هنا في المسألة مش حاطط عندنا مفيش اي مشكلة ليه مفيش مشكلة يا بيس؟ علشان انت اصلا حتى لو هو فيه او مفيش وانت عندك عملية طايم فانت لازم هتحلل الاول عملية الطايم تمام؟ فهي مش مع اي حاجة تفرق لا في حاجات وحاجات يعني هنا مسلا عندنا هتفرق ليه؟ لاني انا لو محاططتش عندنا انت هتقول ايه؟ هتقول ان انا هعمل ده طايم مع ده هتترحل من ده؟ صح؟ عشان ما قلت في المسألة لازم الاول اتخلص من الطايم طيب امام؟ فانت هتشوفه الطايم هتحل ده مع ده لكن لو انا حطتلك يبقى انت هتقول ده ماينس ده واللي يطلع تعمله طايم مع ده فاهمين قصدي؟ لكن في المسألة دي مش هتفرق ليه مش هتفرق؟ علشان انت اصلا في الاول برضو هتعمل طايم لازم هتعمل طايم من الاتنين دول الاول واللي هتطلع تعمله ماينس من الرقم ده فاهمين قصدي؟ طيب اقسم صم اللي هو الناتج اقسم الناتج الرقم ده والرقم ده بيقول على يبقى انا عندنا عندي معناها ويعني بلاس يعني انا هقوله الرقم اللي هو ده بلاس الرقم ده وحطوهم ده هعمل اللي هي يبقى هقوله ده بلاس ده واعمل كده هحطوهم في وبعدين هقوله الحالة دي لازم احط فيها لعشان زي ما قلت لو انا ما حطيتش انت حتقول على طول ان انا اعمل ده مع ده صح لا طبعا خطأ هو قصد ان هو يعمل ده مع ده تمام؟ واللي هيطلع تعمله مع الرقم ده تمام؟ ما تقلقوش هي كلها مسائل سهلة وبسيطة لكن هي محتاجة تركيز شوية ومحتاجة تكرار وتدريب اكتر يعني على حل المسائل مش اكتر من كده تمام؟ تعالوا نحل هنا هو عاوزنا هنا بيقول ايه نكتب التعبير لكل مسألة اكتب التعبير اكتب التعبير اللي هيوصلك يعني للادلة وبعد كده تقيمها بمعنى ان هو عاوز في النهاية عاوز الاجابة في السؤال اللي فوق كان ماشي طبعا ما كانش عاوز اجابات لكن هنا هنا عاوز بيقول لك الاجابة تمام؟ هنعمل ايه؟ يلا نبدأ كده اول حاجة نترجم بيقول لك اد الرقم ده ان الرقم ده اعمل لهم اد تمام؟ تمام؟ هقول له بعد كده بيقول يبقى انا لازم احطهم في عشان لو ما حطتهمش انت ممكن تقول الرقم ده صح؟ وبالتالي يبقى خطأ يبقى انا هحط عندنا معاهم هما الاتنين هقول ده بلاس ده تايمز ده تمام؟ هقول له اكوانز عشان هو عاوز اجابة حل دول اول حاجة عندنا سبن وطو بلاس سبن هادينا ناين تمام؟ هحط طبعا الوينت وحطي كده ناين هقول له تايمز طبعا ده كله اللي هو الرقم ده تايمز اللي هي التن دي يبقى تايمز تن ها بنحلها ازاي طالما بنعمل تايمز تن يبقى move to the right نتحرك ناحية اليمين تعالي انت هنا يبقى هتيجي قدام طالما جات قدام هنا خلاص ما لهاش لازم ان احنا نحطها هتبقى هنا تمام؟ ناخد واحدة كمان subtract يعني بيقول اطرح ده من ده يعني ده الرقم الكبير هعمله من الرقم ده تمام؟ وبعد كيه بقول لك ثم اعمل multiply اعمل multiply لمين؟ للresult بتاعتهم هما الاتنين يبقى الراجل ده كده فهمني ان انا هحط الرقم ده الاول تمام؟ علشان انا ما اعملش حاجة غلط وحط الرقم ده 3.1 واعمل close ليه؟ عشان هو بيقول لي ثم multiply اضرب الresult بتاعتهم يبقى انا هجيب الناتج بتاعتك واعمل times 2 بيقول بيقول multiply the result by 2 اضرب الناتج by 2 لازم احط البرنتيسيز اذا ما حطتش البرنتيسيز اكيد طبعا هتقول المسألة لنا ان احنا ايه؟ بيتحرك from the left واعمل time ده لده تمام؟ يبقى مسألتنا تبقى خطأ لازم احط البرنتيسيز عشان هعمل minus لدول وبعدين اعمل له time مع ده تعالوا نحل مسألتنا هنا طبعا في one digit وهنا two digit بقى لازم اعمل لهم equals بسويهم ببعض طبعا بعمل خطوة تانية لكن انا علشان المكان هحل على طول فهقول two minus zero عندنا two و six minus one حيدينا five وحط الpoint four minus three حيدينا one هقوله times times two equals طبعا هعمل عملية time معدية خالص هقول two times two اللي ما بيعرفش يعمل كده يجي على جنب ويكتبها one point عندنا 52 times two ويبدأ يحل two times two four five times two ten هعمل one times two two plus one عندنا three point after two ده جلس يبقى خطوها هنا يبقى عندي الرزقم بتاعي في النهاية ده طيب تعالوا نحل واحدة كمان بيقول multiply الرقم ده by الرقم ده بيقول ايه اعمل ده multiply بده تمام وبعدين بيقوله اعمل add بيقول الرقم ده اعمل لهم add after divided the result by twenty بيقول لك وبعدين تعمل لهم add وبعد كده بيقول اقسم الناتج على twenty ناتج مين ناتج دول كلهم هم هعمل لهم divided على twenty طيب يا هنعمل ايه يا ميس طيب ما احنا قلنا ان ده multiply ده تمام يبقى انا هعمل يا ميس كده open parentheses وحط الرقم ده times اللي هو الرقم ده تمام وقفل يا ميس ده ده لسه بيقول لك وعمل لهم كمان add علشان هم كلهم لما احلوهم في الاخر انا هعمل divided by twenty اه يبقى انا هعمل ايه هعمل add ليهم دول وبعدين احط الرقم ده كده تمام تمام وهعمل divided twenty يا ميس ده هو قال الناتج بتاعهم كلهم هيكون الناتج بتاعهم كلهم هو هيعمل divided على twenty انت كده هو هيعمل ده divided ده اه يبقى انا بسرعة اجري وحط البرنتيسيز هنا علشان التواني دي ما تجيش معا دي واعمل لهم divided هما الاتنين انا كده فرقتهم بمعنى يبقى انا كده وضحت له كلامه هعمل طايم ده مع ده وبعدين الناتج اللي يطلع اعمل له add مع ده والناتج اللي هيطلع منهم كلهم اللي هيطلع في النهاية هعمل له divided مع التواني شفتوا معايا ازاي حد يقول يا ميس طب احنا ممكن برضو ما نحطش البرنتيسيز دي تمام واقول ده تايم ده بلاس ده ما فيش اي مشكلة لو انا ما حطتش البرنتيسيز ده من جوه لان انت غصبا عنك هتعمل برضو تايمز الاول لدول وبعدد تعمل addition لكن لما بعمل هو قدامي واضحة اكتر تمام يبقى تعالوا مع بعض هقول ده تايمز ده هيددينا كام تعالوا كده على جنب ونبدأ نحلها انا اكتبتاها هنا علشان نرف نحلها هقول ده تايمز ده يبقى عندنا تولف بوينت فور تايم سيكس بوينت سري تمام هقول اول حاجة فور تايم سري هيددينا تولف فور تايم سري تولف هعمل اب تايم سري سكس بلاس وان سبن وان تايم سري سري حط زيرو فور تايم سكس هيددينا توني فور هعمل اب بالتو تايم سكس تايم سكس تولف تولف بلاس تو حيددينا فور تيم اعمل اب بالوان وان طايم سكس سكس بلاس وان حيدينا سيفن. تمام? يبقى. وان بلاس سري فور بلاس فور عندنا ايد. وهنا سيفن. طيب افتر ايه? هنا وان بلاس. وان بلاس تو بلاس يبقى عندنا ال باين هنا. يبقى الرقم بتاعي ده هحطه فين? هحطه هنا. تمام? سيفن ايد باين عندنا كده. وان تو. تمام? يلا نكمل المسألة. هقول له بلاس الرقم اللي هو ده. اللي هو تويني وان. باين ت اتي ايت. تمام? هنعمل لهم قدشة. طو بلاس ايد. حايد دينا تاني. وان بلاس وان تو بلاس تين ايت. طو بلاس ايت عند انا تان. باع كده حط. جزء ايت مائن بلاس وان تان. وان بلاس سيفن. عندنا ايد. بلاس تو برضو عندنا تان. يبقى دينا كام. دينا وان هاندرد. خلاص. بلاش من دول. يبقى انا هقول لوان هاندرد. آخر حاجة معي اللي هي يبقى هقول له هيدينا كام? تمام? يبقى هقول له فيها كام طبعا والزيرو خلاص يبقى عندنا هقول له النهاية عندنا الاجابة تمام? تعالوا نشوف اللي بعده. احنا كده خلاص عرفنا ان دي كام? دي تمام? طيب تعالوا نحل اللي بعدها الرقم ده باي ده. تمام? عاوز نعمل ده. تمام? تعالوا نبدأ نحط كده الرقم ده. وبعدين بيقول لك اعمل اد للرقم ده. نعمل اد للرقم ده. حد يقول نحط برانتيسيز نحط برانتيسيز. ما نحطش برانتيسيز مش هتفرق. لان انا غزب عني ان انا حبدأ ان انا احل اول حاجة دي. تمام? وبعدين بيقول لك ايه? اعمل بعد كده الناتك. لا هو عاوزنا نعمل الناتك بتاع الكلام ده كله. يبقى الكلام ده كله انا حطه ان برانتيسيز واقوله دي فايدت فايف. هو اللي حنعمل دي فايدت فايف. يبقى انا هعمل ايه? اقول الرقم ده دي فايدت ده. انا بحب حطهم جوه برانتيسيز. مش عاوز تحطهم ما تحطهمش. لكن انا هعمل الاول دول تمام? واللي هيطلع اعمله بلاس مع الرقم ده. واللي هيطلع منهم اعمل له زي ما عملت في المسألة دي بالضبط. تمام? نبدأ نحل. هنحاجة الجزئية دي. حد هيقول يا ميسك ده فيه فيها تعالوا نتخلص منها. هعمل زي ما احنا كنا بناخدش الدروس اللي قبل كده. مش احنا ما بيكون في بوينت هنا يبقى اعمل عشان هتخلص منها. يبقى انا هقول ده لما ده تايمز تن البوينت هتيجي هنا هيبقى كام? هيبقى ده عندنا سري دي فايدت وده لما اعمل له تايمز تن فهيبقى فيه قدامه زيرو. يبقى ناين عندنا سري كده عندنا زيرو. تعال نحل لها. ممكن تعملها وتعمل لكن الموضوع صعب جدا وهياخد منك وقت. تعال نحل لها ع طول ودي كمان عندنا بس يبقى سهلا. سري عندنا وزيرو عندنا كزيرو. تمام? يبقى انا خلاص خلصت من الجزئية دي. هو الرقم اللي هو ده يعني فورتين وهنا سيفن. مفيش عندنا هنا نحط ونحط كده زيرو علشان نساوي. تمام? يبقى هاقوم زيرو بلاس سيفن عندنا سيفن. وحط بوينت. فور حتى ينزل. وان بلاس وان حايدنا تو. وان بلاس ري حايدنا فور. بيقول لك ديفايدت مين ديفايدت فايف سري اللي فوق دي ديفايدت مش بلاس. حاولو نبدأ نحل دي. نبدأ نحل. فور ديفايدت فايف ما ينفعش. فورتي تو ديفايدت الفايف برضو ما ينفعش. ننزل تحت شوية هلاقي مين فورتي وان ما تنفعشي. فورتي آه عند نا فورتي ديفايدت فايف حايدينا ايت. والتول اللي معيا حطها فين هنا عند الفور. توني فور ديفايدت فايف ما ينفعش. ننزل تحت توني سري ما ينفعش. توني تو. توني وان عندنا توني يبقى نزلت كام نزلت فور. المهم توني ديفايدت فايف حايدينا كام? حايديني فور احط البوينت. نزلت اقدى ايه فور? احط الفور جنب السبب. ما ينفعشي. بننزل تحت شوية فورتي سيكس. فورتي فايف اه. فورتي فايف ديفايدت فايف. حيدينا نايم. ومعانا كام? معانا تو. حقوب ريميندر تو? لأ مش حقوب ريميندر تو. هعمل ايه? فاكرين لما كنا بيكون معانا في المسائل بيكون فيها ريميندر. فكنت بحط في المسألة زيرو. فاكرين? زيرو. باقي كام معاي احنا قلنا تو. هحط دي ايه بالزيرو. هقول تواني ديفايدت فايف. حيدينا فور. يبقى ناتج في النهاية اللي هو ده. اجمع ده. وده. وده. ده. ثم اطرح. 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 الناتج من ايه? من الرقم ده. وبعدين بيقول بيقول. يبقى انا بيقول هنا بيقول. الناتج اطرحه من ده. يعني عندنا هو ده. يعني رقم ده هقول له مينس. فبالتالي انا هحط الرقم ده اول واحد معايا. تمام? هعمل ايه? بيقول مينس. هحط مينس هنا. وبعد كده هحط الارقام دي. مينس. وهعمل ادشن لده وده وده. طب اعمل برنتيسيز ولا ما عملش برنتيسيز. لا هعمل برنتيسيز. عشان انا لو عملتش برنتيسيز. وحطيت الرقم اللي هو اول رقم معايا اللي هو ده. بالتالي انت هتقول ده مينس ده. صح? فطبعا لا. احنا هنحط برنتيسيز. علشان انا هعمل ادشن ده مع ده مع ده. تمام? يبقى حطي كده اتي سيفن بلاس اللي هو الرقم ده الاخير. تمام? واقفل بتاعي. بيقول ملتبلاينج باي وان هندرد. اعمل كده هنحلي ازاي? طبعا المسألة بتاعتي هنا ما فيش باينت احط هنا باينت وحط زيرو. واعمل اديشن عادي خالص. تمام? حيديني ناتج. احطه هنا واقول الرقم ده مينس الرقم ده. حيديني ناتج الرقم اللي هطلع هقول طايمز وان هندرد. هنا بيقول الرقم ده يبقى انا هقول ده بيقول الرقم ده. وبعدين بيقول اعمل الرقم ده. اطرح الرقم ده. اجمع الرقم ده. في الاخر واضرب الناتج في تلاتة. يبقى اول حاجة بيقول ده باي ده. يبقى انا حكتب كده حط الرقم بتاعي ده. تمام? ديفايد ايه? ديفايد تاني. وبعدين بيقول اعمل اللي هي الرقم ده. اللي هو بيقول لك اعمل اد. بيقول لك اجمع الرقم اللي هو ده. تمام? وبعدين بيقول لك اعمل يعني هو عاوز نعمل يبقى ده كلهم حطهم في وقال له عندنا مين سري. يبقى حط كده سري. تمام? متأسفة جدا يا جماعة دي عندنا مش بوينت دي كاما. لحظة كويس جدا. اللي في المسألة دي كاما وليس بوينت. تمام? يبقى هنا بيقول ديفايد التن هعمل ايه? طبعا هتحرك ناحية اليسار نقطة واحدة. فهنا الوينت اصلا. هتيجي هنا هتبقى الوينت هنا. بين وما بين عندنا الفاير. هيديني النتج اللي هو ده اعمله من ده. النتج اللي هطلع اعمله بلاس مع ده. النتج اللي هطلع هعمله طايم مع السري. تمام? طيب تعالوا هنا بيقول الرقم ده تمام? هحط كده الرقم بتاعي اللي هو ده طايمز وان هندرد. بيقول اطرح الرقم ده. تمام? وبعدين اجمع الرقم ده. تمام? اوكي? وبعدين بيقول لك في الاخر يبقى الريزلت بتاع ده كله هعمله مين? اللي هو زيرو بوينت وان اللي هو يعني. تمام? هلا هزاي? اول حاجة هعمل ده تايم ده. لما هعمل ده تايم ده طبعا موف تو زا رايد. قد ايه? يبقى عندنا كده. يبقى عندنا حط بس زيرو. يبقى سيفن سكس زيرو سيفن هندرد سكستين. ماينس اللي هو الرقم ده. تمام? واللي هيطلع اعمله اعمل له مع الرقم ده. واللي يطلع خلاص هعمله مع الرقم ده. تمام? بيقول اوجد مجموع مين? ده و ده. يبقى تمام? احط ده. تمام? الرقم اللي هو ده. تمام? وعاوز مجموحهم هما الاتنين. بعد كده بيقول تمام? بعد كده اعمل سابتراكت. ماشي. عملنا سابتراكت. تمام? اطرحي الناتج من الرقم ده. اه. طالما بيقول لنا عندنا اطرح الناتج من الرقم ده. فبالتالي الرقم ده هيكون هو اول حاجة. ليه? لان الناتج ده كله هيطلع حاجة صغيرة معي. وهو ده هيكون الكبير اللي هعمل له ايه? هعمل له الرقم ده. ماينس الرقم الصغير اللي هو هيجي هنا. فانا هقول الرقم ده بلاس الرقم ده. هيديني ناتج. اللي هيطلع هعمل له طايم مع ده. واللي هيطلع هعمل له ماينس مع ده. واللي هيطلع هقول الرقم ده ماينس الرقم ده. تمام? طيب. تعالوا نشوف اللي بعده. قبل ما نروح للي بعده. تعالوا مع بعض نشوف كده الحل بتاع السؤال ده. تمام? زي ما شايفين معي دي كده الاجابات بتاعته. طيب. تعالوا نشوف اللي بعده. ودي كده باقي كل الاجابات الخاصة بالدرس ده. تمام? يلا نكمل. طيب هنا جايب كده مسائل برضو كلامية. تعالوا نختار واحدة كده نحلها. تعال نحل بتاعت ساندي دي. بيقول ساندي من ساندي عمل بيقول اد ايه الليتر اف اورانج من عصير البرتقال. وهي باعت بيقول اربعة لتر وقسمت الباقي انتو سكس بوتلز. لست زجاجات. كم عدد البرتقالات كم عدد عصير البرتقال في كل ايه? في كل ازازة. اول حاجة هو بيقول عملة قد ايه? عندنا كده من البرتقال. وباعت منهم. باعت منهم يعني معناها ماينس. ماينس مين? ماينس فور. تمام? هي بيقول بعد فور. تمام? وبعد كده بيقول قسمت الباقي. يبقى ده عندنا كده دور مع بعضهم هما الاتنين. وبيقول الباقي من ده هي قسمته على ستة. على ست زجاجات. يبقى هقول له طبعا هقول ده ماينس ده. اللي هيطلع احنا هقول وضحت معاكم الاجابات. طيب. ده علي صافر قد ايه? المسافة. اللي هي دي. تمام? علي صافر. المسافة دي طبعا دي عندنا كاما. مش بوينت. تمام? وهيدرو بيقول ساق قد ايه? بيقول كيلو مدرس فور سري دي. تلات ايام ساق المسافة دي. وبيقول الرقم لمدة خمس ايام. يبقى احنا هنقول الرقم ده مينس. مينس ايه? الرقم ده. لو افك فايف هاندرس سيكستي. هقول طايم زي سري اين هقول له بلاس. رقم اللي هو ده. تمام? طايم زي فى عندنا الرقم ده طايم زي الرقم ده. تمام? بس كده خلاص. يبقى انا اول حاجة هعمل طايم ده. هيدينا ناتج. وهعمل طايم ده. هيدينا ناتج. ده هقول مع ده هعمل لهم هما الاتنين بلاس. الرقم هيطلع حينها هقول ده مينس الرقم ده هيطلع عندنا دي هنا. تمام? طيب تعالوا مع بعض نشوف كده الجزئية اللي بعد كده طبعا هي المسائل دي بتكون اهم لان هي بتيجي في الامتحان بالطريقة دي اغلب المسائل يعني. اي تعبير بيوصل لك للادلة ديت. اللي هي هنا بيقول اد اد سيرتي اد اجمع ده مع ده. وبعدين اعمل يبقى انا هختار ايه? ده مع ده نعمل لهم بلاس وبعدين نعمل يبقى انا هختار عندنا سي. ليه هتختار علشان هو بيقول اد اعمل ده مع ده. لو انا اخترت اول واحدة فبالتالي انا هقول ده مش هختار تمام? لكن هو عاوز نعمل اد فبالتالي انا هختار دي. علشان جواها هو اللي هي خليني ان انا اعمل لهم هما الاتنين ادي الاول. تعالوا هنا ايه التعبير اللي بيوصل لك ليه? بيقول هنا اطرح الرقم ده من اطرح الرقم ده من من ضرب الرقمين دول? يعني انا حضرب الرقمين دول اعمل لهم طايم. واللي هيطلع الناتج بتاعه هترحه من مين? هترحه من الرقم ده. فانا هختار اخر واحدة اللي هي جي. خلي بالكم من كل سؤال وصيغة بتاحته ازاي? تمام? ايه طبعا? بيقول ملتبلاي الرقم ده باي 100. تمام? يبقى الرقم ده هعمله طايمز معه 100. وبعدين بيقول اتين. وبعدين اجمع الاتين. وبعدين اللي هيطلع اقسمه على تسعة. يبقى انا اول حاجة الرقمين في بعض واعمل لهم واللي هيطلع تمام? يبقى هعمله معه الناين. يبقى انا هختار دي. تمام? طيب تعالوا كده اللي جنبها. ايه التعبير? بيقول اللي بيوصل لنا الرقم ده. يبقى ده تمام? بيقول يعني بيقول لك ضيفهم للناتج. ضيف دول للناتج. بعدين ازا ضيفهم عندنا ازا الناتج اللي هو يعني اللي هيطلع هضيفهم هعمل لهم بلاس لضرب الاتنين دول. طبعا هختار اول واحدة. تمام? تعالوا هنا. اي التعبيرات بتوصل. هنعمل الرقم ده هنعمل الرقم ده هنعمل له اد لمين لناتج ضرب الرقمين دول. يعني هقول ده طايم زي ده. يعني الرقمين دولت هعمل لهم طايم. واللي هيطلع منهم هعمل له اد مع الرقم ده. تمام? وبعدين ازا 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 ريزلت. اه ده عاوزنا كمان الناتج اللي هيطلع. انا هقول الرقم ده الناتج اللي هيطلع. فبالتالي انا هقول اول حاجة الرقمين دولت اللي هعمل لهم طايم زي ما بعضهم. الرقم ده. فبالتالي انا هختار اللي هي بي. تمام? طيب. اللي بعده اي من التعبيرات دي برضو? طيب تعالوا بقول هنا ايه? عاوزنا نوجد الفرق. معناها مينس. بتوين الرقم ده والرقم ده. تمام? يبقى ده. مينس ده. وبعدين بيقول ملتبلاي بايزة سم. يعني بيقول اضرب بي. ده بلاس ده. والرقم ده. مينس الرقم ده. وحطوهم في وبعدين هعمل طايم الرقم ده. بيقول ده سم مجموحهم يعني ده بلاس ده. تمام? ذن ديفايد الرقم ده بايزة ريزة. يبقى الرقم ده هقول له دي زايد على الناتج بداحهم كله. يبقى انا عمدي. لأ انا اخترت عندنا ديت اول حاجة تقول سمزن ديفايد. لأ هو بيقول الرقم ده. تمام? لكن ما ينفعش ان انا احطوهم كده لازم احطوهم جوة. تمام? يبقى دي عندنا لأ. طيب دي اه دي عندنا دول هك هما الاتنين جوة. زي ما هو قال. ودول عندنا بلاس. تمام? يبقى انا هختار بي. طيب. يقول هنا اي التعبير بيوصل لنا عندنا عماد اشترى سيفنتي فش. هي بوت سكس فش ان ايتش وان اوف ناين بولز. يبقى هو اشترى سيفنتي. وحط بيقول سكس فش. حط ست سمكات. بيقول اين ايتش وان اوف ناين بول. في كل من مين عندنا في كل تسعة من البولاد. يبقى سكس دي. والسيفنتي دي هقول ماينس اللي هي الرقم ده. تمام? وبعد كده بس هو بيقول احاوز كام المتبكي. فزي ما قلت هنا هحط كام احط ماينس. يبقى سيفنتي ماينس. طبعا الاول حاجة هنايم التايمس ده طبعا هو عاوز معادلة اه. فهو هختار عندنا الرقم اللي هو ده. اللي هي سيفنتي ماينس سكس طايمز ناين. طبعا اي اي تعبير بيقول يعني بيقول ان هي المسافة دي لمدة تلات ايام. الرقم ده بيقول يبقى الرقم ده هقول طايمز الرقم ده. وده طايمز الرقم ده. يبقى هو عاوز يعرف كاما عادل الكيلو مترات اللي هي قلتهم في عشر تيام. انا اول حاجة هقول له ده طايمز ده. تمام? دول عندنا كده وهنا في سيفن ديز يبقى دول عاشة تيام اللي هو قال عليهم. يبقى ده طايمز ده. تمام? هقول له بلاس الرقم ده طايمز برضو الرقم ده فهختار عندنا او بول واحدة. تعال نشوف اللي بعده. نشوف مع بعد طبعا هنا عندنا بيقول يعني تحديد الانماط العددية. فاكرين طبعا اكيد اكمل بنفس النمط اللي كنا ناخده السنين اللي فاتت. صح? طبعا اكيد كلكم فاكرين. هو ده يعني درس كده شبيه ليه برضو. لكن طبعا عن طريق الاعداد اللي احنا بناخدها. تعال نشوف برضو عن طريق دي. يلا مع بعد نبدأ. هو جايب. انتو طبعا عارفين اللي هو اللي هو النمط. لما انا اقول لك مسلا عندنا ايه? عندنا مسلا زيرو. تمام? كده وكده 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 انت كده بتعمل ايه? بتعمل او بتقول لي لو تفتكروا في السنوات الماضية كنا نقول القاعدة اللي انت ماشي عليها ايه? هتقول يا ميس هنا عندنا زيرو. اصبحت يبقى معنى كده القاعدة بتاعتي بتقول صح? فاكرين الكلام ده هو ده ده السنة النهاردة. هنا عندنا هو ماشي عندنا ازاي? هنا دي اصبحت تاني. يبقى ممكن اقول. طبعا احنا دلوقتي كبرنا. احنا في الاول كنا عارفين ان هي اما هتكون تمام يعني مسلا دي زيرو اصبحت فايف. فانت هتقول يا ميس ده بيعمل كل مرة بيعمل تمام? وكنت بتاخد كمان وبينزل لتحت فانت هتقول ده بينزل لتحت فبالتالي بيعمل تمام. لكن دلوقتي انت اخدت اكتر من عملية حسابية. اخدت عندك واخدت 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 اخدت اكتر من حاجة. تمام? فبالتالي المسألة بتاعتك هتفكر في اكتر من حاجة. يعني مسلا هنا عندنا وهنا عندنا اصبحت تاني. انت ممكن تقول ايه اللي خلل اصبحت تاني? واحد يفكر يقول اه ما عندنا هو عمل اصبحت تاني يبقى عمل مسلا حد تاني هيقول لا ما ممكن يكون عمل بلاس فايف بلاس فايف حيدينا تان. طيب مين فيكم اللي حل صح? اللي قال بلاس فايف ولا اللي قال طايم زيتون? اللي هيحدد الكلام ده النمط بتاعي اللي معايا في المسألة هو اللي هيحدد اي وحدة في دول هي اللي صح ان هو هيعمل بلاس فايف ولا هيعمل طايم زيتون? تعالوا نشوف لو هو عمل لو هو عمل بلاس فايف فتن بلاس فايف حيدينا ففتيم. فبالتالي هو ما عملش بلاس فايف. طب هو عمل هقول هدينا يبقى عندنا بتاعتي ان هو بيعمل بيعمل دي بتاعتي القعدة. بس انا في الاول هنا هعرفه اني انا عملت دي مع مين. فانا هنا في الاول هوضح له مسلا اني اذا انا بعمل عليه او المتغيرات بتاعتي هختار اي حرف. هقول له ايه انك انت مسلا بتعمل رقم ده او رقم ده فاي دي اللي هي الرقم اللي انت بتعمله بمعنى انت بتعمل الرقم فانت مش حاجة تختار ايه انت ممكن تختار اي لتر اي حرف من الحروف تختار اي تختار بي سي دي اي حرف انت ممكن تحطه هنا وتقول بتاعتك القعدة. طب هو هنا بيسألك هل انت ده عندك ده تمام ده نمط يعني هتقول طيب انا هقول له او نوع على اساس ايه? لو انا عندي النموة بتاعي يماشي كله يبقى ده نمط. لو هو مش ماشي مرة مرة يعمل مينس مرة يعمل بلاس مرة يعمل في المسألة واحدة في بتاعي ده مش بطن. فهنا لو قال طايم زي تو تواني. طايم زي تو حدينا فورتي. طايم زي تو حدينا ايتي. يبقى ده عندنا هقول له ياس ايوا ده نمط. طيب هنا اصبحت سكس. طبعا حصل لها ياما طايم ياما بلاس. حد هيقول حصل لها ياما طايم مع التون ياما بلاس مع سري. تعالي نحدد هنا. السكس اصبحت ناين. يبقى عملنا ايه? سكس بلاس ري هيدينا ناين. بلاس ري هيدينا توالف. ما بتاعي ده هقول له نون ده مش بطن. طيب تعالوا هنا. هنا جايب جايب وان بوينت وفايف. وهنا جايب سري. طيب دي حصل لها ايه? ياما طايم ياما قدشان. سري مينوس وان بوينت وفايف. كام? طبعا احنا قلنا وان بوينت وفايف معناها مسلا واحد ونص. يعني واحد ونص جنيه. تمام? وتلاتة جنيه. مع جنيه ونص. جنيه ونص اللي معاك دول بيقوا تلاتة جنيه. اللي خلاهم بيقوا تلاتة جنيه. حد ادلك عليهم جنيه ونص. تمام? يبقى النومة بتاعي وان بوينت وفايف. مش عارف اللي لنا بقوله ده. تعالا كده على جنب. واعمل سري مينوس وان بوينت وفايف. تمام? هتساوي طبعا هنا حط زيرو. تن مينوس فايف حدينا فايف. ودي اخدنا منها هتبقى تو مينوس وان حدينا وان. يبقى وان بوينت وفايف. تمام? اوان بوينت وفايف ديت الرول بتاعتنا. تمام? طيب هنا لو قلت سري بلاس وان بوينت وفايف. يبقى سري بلاس وان يبقى فور ومعانا فايف يبقى فور. فور بوينت وفايف. طيب لو قلت عندنا فور بوينت وفايف بلاس وان بوينت وفايف حدينا سيكس. تمام? يبقى الرول بتاعتي دي طبعا باتون هقول له ياس. طيب بتاعتي القعدة هقول له اني مسلا عندنا ايه? تمام? ان احنا بنمشي ايه? القعدة بتاعتنا بنمشي وان بوينت فايف. تمام? بعدها هنا اصبحت سري دي نقصت. الفايف اصبحت سري معناها ان هي نقصت. وبعدين نقصت قدي ايه? نقصت عندنا تو. حيدينا سري. يبقى وفود اقول ان سري حيدينا وان هوا حط هنا سيكس يبقى دي مش مش قعدة. هنا الون اصبحت سري. يبقى عندنا ياما عمل سري ياما عمل بلاس تو. طيب هنا سري اصبحت انا يبقى دا بيعمل سري. يبقى سري. سري حيدينانا نين. نين سري حيدينا يبقى دي عندنا هقول عليها رول? لا مش هقول عليها دي هقول عليها باتون? لا مش هقول عليها ان هي باتون? فبالتالي هقول له دي نو. تمام? يبقى انا لازم اقرأ المسألة لحد الاخر لانه ممكن يكون جايب لي حاجة خطأ بعد كده. هنا وبعدين طبعا دي بتقل. طب بتقل عد ايه? مش عارف. قول عندنا عندنا وان. يبقى الرول بتاعتي اللي هي الطولف? طب هل هو بيعمل كل مرة? تعال هنا. ده اقول مينس طولف. يبقى سري مينس طو سكس. هنا اقول مينس طولف. مينفعش عندنا نين. هنا اقول مينس طو. يبقى مينس طو سيفن وفور اه تمام? يبقى دي هقول له اه دي عندنا رول. هقول له دي باتون هقول له ياس. طيب بيتمشي قديم? وانه هتمشي عندنا هقول مسلا ان مينس طولف. زي ما قلت ممكن اقول اي حرف اي اي حاجة. معناها كده اقول له ان دي الرول بتاعتي او بتاعتي. تمام? بس كده هو ده درسنا لكن دلوقتي كمان جايبه بصيغة تانية عبارة عن الجداول دي. فدي المدخلات واو تبت المخرجات. يعني زيها بالضبط. يعني اصبحت سكس. حصل ايه? هتقولي اما عمل او ان هو عمل اللي هيحدد اللي جايين. هنا اصبحت يبقى هو عمل يبقى تمام. يبقى الرول بتاعتي بلاس فايف. بس انا برضو لازم اكمل ربما يكون في حاجة خطر. هنا يبقى تمام كده عندي خلاص. الرول بتاعتي فايف. هنا اصبحت ايه? طيب يبقى عندي هقولي اما عمل هو عمل بلاس سيفن. بلاس كام حدين ايت وان بلاس سيفن. يبقى هنا نفس الشيء برضو. هقول اه يبقى هو هنا بيمشي. لمفروض كنت حطيت الاول تمام? نسيتم حط الاول عندنا اللي هو المتغير. عشان اننا بيقول استخدم المتغير. فانا هحط هنا ان لازم. طيب هنا يبقى احنا خلاص هنعمل هقول ان طايمز ايت. تمام? طيب تعالوا هنا. هنا هي سيفنتي والقوت تن. يعني هي قلت. يبقى اما هنعمل ديفجن يا اما هنعمل مايمس. طب هنا سيفنتي اصبحت تن. فبالتالي انا ممكن اقول سيفن ديفايد سيفن. طب اللي هيحدد لي الكلام التحت. ممكن اقول طبعا ان سيفنتي مينس سكستي. هتدينا تن. بس تعالوا نشوف. هقول سكستي سري ديفايد سيفن او نين. ديفايد سيفن ايت. يبقى احنا عندنا هقول له الرول بتاعتي القاعدة هقول ان ديفايد سيفن. تمام? فهمتم معي الجزئية دي سهلة. طب يلا هنا وهنا ايه? الوان اصبحت ايه? حدا يقول اما بنعمل بلاس سيفن. تمام. لو هعمل تايمز ايت. طب هنا تو تايمز ايت لا. يبقى انا واقول بلاس سيفن. بلاس سيفن حدينا نين. سري بلاس سيفن حدينا تان. فور بلاس سيفن حدينا اليفن. يبقى انا يقول له ان عندنا بلاس سيفن. القاعدة بتاعتي ان احنا بنمشي سيفن. تمام? طيب نحلوا واحدة كمان وبعض كتحلوا دي لوحدكم. هنا اصبحت وان. حتى يقول يا ميس ممكن يكون عمل فايف عشان تيدينا وان. او عمل مسلا ماينس فور. عشان يقول فايف ماينس فور. حشي تدينا وان. طب تعال نشوف. تن اصبحت تو. يبقى هو عمل تين عشان تيدينا تو. ففتين ديفيدت فايف. عندنا توني فايف ديفيدت فايف. يبقى الرول بتاعتي هقول له ان ديفيدت فايف. تمام? وحتحلوا دي لوحدكم. تعال نشوف اللي بعده. ايه برضو مسائل كتير خلص? تعالوا نحل له مع بعض حاجة تانية. هنا جاي. ها? تعالوا نشوف القاعدة بتاعتنا. دينا اصبحت ايه اللي حصل? تعالوا نشوف طبعا دي قلت. طبعا ما دي قلت معناها ان هو عمل. يا اما ماينس. طيب اصبحت ما اعتقدش ان هو عمل تعالوا نشوف لو قلت عندنا انا ممكن اقول ده ماينس ده. تمام عشان اجيب اللي بينهم. فانا هقول ماينبعشي. اونس فور عندنا ايت. وهنا اصبحت عندنا دي هناخدنا منها واين تبقى فور مينس فور عندنا زي ويبقى خلص يبقى الرول بتاعتي ايت. هقول هنا مينس ايت لو قلت دي يبقى فور مينس ايت مايرفعش دي. مينس ايت عندنا سكس وسري حتنزل. هناخد مني هواني تبقى سريم يبقى كل مرة انا حعمل ماينس ايت يبقى توني مينس ايت حيدينا مينس ايت حيدينا يبقى على طول انا عرفت الرول بتاعتي الي ايت مينس ايت مينس ايت تمام واني هنا سري توني سري توني سبن دي واضحة توني سري اصبحت توني سبن استحادة يكون عمل طيب يبقى كده هو عمل طيب هقوه يبقى هو عمل عمل هعمل كمان يبقى عندنا سيفن بلاس فور هنا عندنا ناين بلاس فور هنا كمان بلاس فور حادينا يبقى الرول هقوله عندنا فور تمام تعال هنا اصبحت فور الفور اصبحت ايت يبقى لو قلنا طايمزي تو فور طايمزي تو ايت طايمزي تو هادينا سيرتي تو تمام هنا عندنا نحط يبقى 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 احنا بنعمل ايه? بنعمل عندنا هقوله ان تمام تعالوا المسألة اللي بعدها هنا هنا احنا مش عارفين هنا كم يبقى حبص على الاتنين اللي يكونوا جما بعد اصبحت يبقى اكيد دي سهلة دي عمل يبقى هنا كمان هقول بلاس تو حادينا ناينتي بلاس تو توني وان بلاس تو توني سري بلاس تو حادينا توني فايف بلاس تو حادينا توني سيفن تمام دي سهلة يبقى الرول بتاعتنا هقوله ان بلاس تو دي اعتقد ان المسائل دي خلاص وضحت قدامكم طب تعالوا دي همش جايبي الاولى فانا دورة عطول على اتنين يكونوا غامب بعض اصبحت دي واضحة ان هي عمل بلاس سيفن يبقى هنا هعمل بلاس سيفن يبقى حادينا توانيتون هنا عاوز اول وحدة فبالتالي هقوله مينوس سيفن حادينا وان ليه علشان انا اجي اقول بلاس سيفن حادينا ايه? ماينفعش ان انا اعمل هنا قديشها هادينا كام حادينا ففتين ماينفعش. فانا هقول هنا عندنا لقيت عشان اجيب اللي قبل. اجيب عندنا اللي هو تمام? لما اعمل اجيب عاوز اجيب اللي هو فبعمل هنا تمام? طيب ايه احنا عندنا الرول هنا القعدة هقول له ان بلاس سيكس سوري ان هقول ان بلاس سيبن تمام? طيب تعالوا نحل كمان السؤال. فهنا في السؤال ده بيقول اكتب اكتب القعدة لكل نمط. عاوزنا نستخدم المتغير. المتغير اللي هو يعني اي بي اي حاجة. وكمل تمام. طيب هنا في اصبحت يبقى احنا ممكن نقول ان احنا عملنا وممكن نقول ان احنا عملنا تمام. طيب يبقى هنا طيب ايه اللي هيحدد لنا? حدد لنا يكونوا جنب بان. فهنا سيفن هنا تويني ايت. اه عملنا سيفن تايمز فور. يبقى هو شغال عندنا الرول بتاعتنا تايمز فور. يبقى سيكس تايمز فور تويني فور. سيفن تايمز فور تويني ايت. طيب هنا هقول كام تايمز فور حادينا ستتو او اقول سيفتي تو ديفايد فور حادينا ايت. وهنا هقول فور عندنا ناين حادينا سيرتي سيكس يبقى الرول بتاعتنا هقول تايمز فور. تمام? مفوت نكتب الاول ايه اللي اقعد نسوها زي ما انا بنساها. تمام? طيب تعالوا اللي جنبها. اللي جنبها اصبحت يبقى احنا ممكن نكون عملنا او ممكن نكون انا عملنا تمام? بلاس تويني فور. لان سري بلاس فور عندنا سيفن وتو تمام. يبقى احنا عملنا ياما سري طايمز ناين ياما عملنا سري بلاس تويني فور. اللي هيحدد لنا اللي بعده. هنا قال يبقى تمام. هادينا فورتي فايف. هنا هقول عندنا فففتي فور ديفايد ناين حادينا سيكس. وهنا سيفن. طايمز ناين حادينا سيكستي سري. يبقى عندنا الرول بتقول ان طايمز ناين. تمام? دي لوحدكم تعالوا نشوف اللي بعده. خلاص برضو اللي فوق سهل. تعالوا نحل. زا ميسنج نامبر اين زا باتون. عاوز بيقول هنا الرقم المفقود هنا اللي هو سيرتي سكس. طيب اصبحت سكس. طايم سري. حادينا سكس. طيب سكس طايم سري. اتين. اتين طايم سري. تعالوا نشوف مع بعض اتين طايم سري. ايه طايم سري? احط الفور واعمل اب بطو. وان طايم سري سري بلاس تو. حادينا فايف. يبقى كام عندنا? ففتي فور. وليس سيرتي سكس. هقول له اجابة. القعدة بيقول القعدة دي كام? هنا اصبحت سيفن. يبقى بلاس تو. وهنا عندنا سيفن بلاس تو. وهنا بلاس تو. هو ماشي بلاس تو. بيقول لي ماينس تو. هقول له لأ. تعالوا في المسألة دي. المسألة دي محتاجة مننا كده حب التفكير. بيقول القعدة في النمط ده. ايه الكلام ده? عارفين? بس هو الحقيقة لحد دلوقتي انا ما جاتش معايا قدامي. مسألة فيها الرول بتكون بالشكل ده. الرول دي معناها ايه? معناها ان احنا هنعمل تمز فايف. والناتج اللي هيطلع هعمله ماينس وان. يعني ايه? نستخدم القعدة دي. فانا حاجة هقول. هقول وان طايمز فايف بفايف. فايف مينس وان. حدينا فور. طيب يتعالوا هنا. هقول فايف بتويني مينس وان. حدينا تين. طيب دي ناينتين طايمز فيف. حدينا ناينتي فايف. مينس لون عدينا ناينتي فور. يبقى دي عندنا رول القعدة هقول له آ. تمام ترو. طيب. تعالوا اللي بعدهم. هنا بيقول. بنعمل ودي الرول. يبقى هقوله اه. الرول القعدة دي هنا جايب. فهنا بيقول ان القعدة هعمل فلو قلت طبعا هتمام هقوله خلاص قد كفاية هقوله اجابة. يعني الرقم بيقول التالي في هنا عندنا شايفين طبعا دي اكيد فاكرينها المتتالية اللي احنا اخدناها في منهنج الانجلش. فاكرين? دي تقريبا كانت في يونت فور على معتقد او في يونت سري. اعتقد كانت في يونت فور. اوز الرقم المتتالي في اللي هي النمط ده. اصباح ايه اللي حصل? هو عندنا زيرو بلاس عندنا زيرو. زيرو بلاس وان. حيدينا كام وان. طيب الوان ده قبله مين? قبله زيرو. يبقى اول وان بلاس زيرو حيدينا وان. الوان ده قبله وان. يبقى one بلاس one two. two قبلها مين one. يبقى que قول تو بلاس one حيدينا ثري. إ الثري Long 2. يبقى two بلاس one عندنا ثري. الثري gaan بلاس半. يبقى ثري بلاس two five. الفي فايف قبلها سري. يبقى بلاس سري ايت. والايت قبلها يبقى بلاس سيرتين. والسيرتين قبلها ايت. يبقى هقول سري بلاس ايت. عندنا كم? يبقى بيقول ان هو هيكون اه هقوله ان هو هيكون طب لو عاوزة اجيب واحد تاني بعد التواني وان. يبقى هقوله سيرتين. حيدينا عندنا وان حيدينا سري يبقى سيرتين فور. تمام? وده الجزء اللي انا شرحته فيه منهج الانجلش للناس اللي بتتبع معي. باستخدام بيقول المعلومات اكتب يعني خمس ارقام في المتتالية دي. فهنا بيقول اول حاجة تبدأ بفور. تمام? وهتعمل بلاس سيفن. يبقى بلاس عندنا سيفن عندنا هقول كده فايف. وان بلاس وان تو. بلاس سيفن كده عندنا بلاس سيفن يبقى تو. وان بلاس تو عندنا سري يبقى سيرتي تو. تمام? هنا وان بلاس سري فور بلاس سري سيفن بلاس سري تين بلاس سري سيرتي. تمام? يعني سهلة جدا. طيب تعالوا ناخد دي. هنا بيقول عندنا اللي هو زيرو بوينت فايف اللي هي فايف تانس يعني. لما اجي اقول ده تايمز ده. البيونت هنا هتيجي هنا هتبقى فايف. تمام? يبقى انا اول حاجة احط تاني. تمام? تبقى قلنا فايف. اللي هو الرقم ده. طايمز الرقم ده. فايف طايمز فايف حيدينا. والبوينت افتر وان بلايس يبقى حط البيونت هنا. اقولت كمان اللي هي دي. طايمز عندنا اللي هي دي. تمام? برضو بتويني فايف. هعمل ابي بتو تايمز تن بلاس تن بلاس تو هادينا تولف. وهنا العلامة عندنا افتر تو بوينت يبقى عندنا وان بوينت تويني فايف. هقوله برضو تايمز اللي هو الرقم ده. تمام? عندنا كده زيرو بوينت. فايف تايمز فايف هادينا تويني فايف. هحط الفايف واعمل ابي بتو. تو طايمز فايف عندنا تن بلاس تو هادينا تولف. هعمل ابي بالوين. وان تايمز فايف بلاس وان هادينا سكس. البوينت افتر تو ديجت وهن وان ديجت يبقى سري ديجت يبقى تماما حطاه هنا. يبقى زيرو بوينت عندنا سكس تو كده فايف. طيب. هنا بيقول ستارتنج وازا عندنا نبدأ بثري وبعدين بيقول اعمل طايمز تو وبعدين مينس الرقم ده شايفين معي? طيب يلا. هقول اول حاجة. سري طايمز تو. بكام? سكس. سكس ماينس. هقول لكيزه معي. هقول سكس. انا قلت سري طايمز التو اللي هي دي. طايم سكس. هدينا سكس. سمينس الرقم ده. هنساوي ما بينهم. تمام? هنساوي ما بينهم حطت بوينت زيرو. زيرو ماينس فايف ماينفع عشتين ماينس فايف عندنا فايف. هحط البوينت وهنا فايف دي اصبحت اخدت منها وان. فايف ماينس وان هيدينا فور. فكده فور بوينت فايف. فور بوينت فايف. تمام? فور بوينت فايف نفس الشيء برضو هعمل معاها الجزئية دي. يبقى هقول له طايمز تو. يبقى هكتب كده هقول له طايمز تو. فايف تايمز تو عندنا تين. أعمل اب. فور تايمز تو ايت بلس وان حيدينا نين. فايف. هقول له ماينس عندنا مين وان بوينت فايف. زيرو ماينس فايف عندنا ماينفعش. تين ماينس فايف فايف. فايف. ودي اصبحت ايت ماينس وان عندنا سفن. يبقى سفن بوينت فايف. يبقى هكتب سفن بوينت فايف. تمام? طيب برضو لسه كمان بيقول اعمل طيب تمام. في الامتحان بعمل مسود ده وابدأ احل المسائل. لكنه في الامتحان اعطاك ان هو مش هجيب حاجات زي كده. بيجيب دي من حاجات بتبقى خف كده عن المسائل دي. هاعمل اب. سيفن طايمز تو فورتين. فورتين بلاس ون حيدينا ففتين. والبوينت هحطها هنا. هقول له الوان بوينت فايف. هنا هقول تن ماينس فايف فايف. احط بوينت فور مينس ون عندنا سري والوان هتنزل. يبقى سرتين بوينت عندنا فايف وانتوا هاتوا دي خلاص. تمام? طيب هنا نفس الشيء عاوز نبدأ بمين بتوم? يبقى هنا نفس الشيء برضو. هقول له سيكس بلاس الرقم ده. هنا سيكس بوينت سري. تمام? نفس الشيء خلاص هنعمل برضو وبعدين نجمع عندنا على الرقم ده. ودي برضو نفس الشيء يعني نفس الخطوات والفكرة. تعالوا نشوف اللي بعده. القاعدة بتاعة النمط ده. هنا سري اصبحت فور. يبقى سيفن بلاس عندنا فور الفتين. يبقى هقول له ان بلاس فور. تمام? اختار بي. القاعدة بتاعي ده سري بلاس سري سيكس. سكس بلاس سكس تولف. تولف بلاس سكس عندنا لأ. يبقى هنا اقول سري طايم سكس. سري طايم زيتو سكس طايم زيتو تولف. تولف وطايم زيتو. يبقى هو ماشي طايم زيتو. تمام? يبقى هختار عندنا هختار سي. تعالوا هنا. النمط بتاعي القاعدة دي. هنا لو قلت طايم زيتو. لأ حيدينا طيب هنا طايم زيتو. حيدينا فور. يبقى فور وهنا عندنا في طيب. يبقى انا حقول له ايه? يبقى انا لو قلت له وان طايم زيتو. وقلت. تو ماينز. قلت هنا وان طايم زيتو. طب مش هينفح هنا. يبقى هنا ممكن انا اقول ايه? ممكن اشوف مسلا عندنا اشوف دي. هقول وان طايم زيتو عندنا سري. لو قلت سري مينيس ون حيدينا تو. وهنا لو قلت تو عندنا سري حيدينا سكس. مينيس ون حيدينا فور. تمام? يبقى انا هختار او انا بمشي على القعدة دي. طيب هنا في الرقم ده. طيب دي بتنزل تحت حيدينا ولو جيت قلت لأ. يبقى هو يقول عندنا هدينا ولو قلت هدينا يبقى هو بيقول عندنا بيمشي القعدة اللي هي انا عندنا زرول القعدة ديت كامل. عندنا في في الاوت اصبحت طيب. اصل حاجة ان انا اجيب هنا من الاختيارات اللي قدامي. لو قلت ان مش هتدينا ده. ولو قلت برضو مش هتدينا الرقم ده. طيب لو جيت قلت عندنا فانا هحط هنا كمان واقول بلاس وان بوينت فايف. هتدينا كده فايف وعندنا تمام. يبقى هتدينا الرقم ده. يبقى عندنا الرول بتاعتي اللي هي دي. الناحية التانية. هنا جايب الفور اصبحت ناين. يبقى هو عامل ايه؟ هنا فور اصبحت ناين. وهنا فايف اصبحت اليفن. يبقى فور بلاس عندنا لو قلت فور تايمز كام حيدينا ناين. مفيش طايمز تو تين بلاس وان. يبقى انا كلامي ده صح. طايمز تو بلاس وان. هنا كمان هقول سيفن طايمز تو بلاس وان سيفن طايمز تو فورتين بلاس وان حيدينا ففتيم. يبقى الاجابة معايا ففتيم. طيب هنا باستخدام المعلومات دي. يعني بيقول باستخدام المعلومات دي ايه؟ اول اربع ارقام في الباترونز. اول حاجة هو ستارت بنامبر تو. والقعدة اللي هي دي. يبقى انا هقول له عندنا فايف. فايف تايمز تو. حيدينا تن. يبقى اول حاجة عندنا تن. تمام. تن بلاس سري. طبعا هي الان دي. المكان هه 아ربوكم اللي انا باشتغل عليه. تين بلاس سري سيرتين تايمز تو. حيدينا تواني سيكس. طيب. اللي بعدها دي تواني سيكس. هقول له تواني سيكس بلاس سري عندنا تواني ناين. تواني ناين طايمز تو. يبقى هقول تو تايمز ناين اتين. اعمل اب. تو تايمز تو فور بلاس وان فيفتي. يبقى فيفتي ايت. يبقى انا هختار اول واحدة. طيب السؤال اللي بعده برضو بيقول عاوز نفس صيغة السؤال. حنبدأ تمام? وبعدين بيقول عندنا بنعمل الرقم ده. يبقى هنعمل ازاي? هقول كده طالما هنا في في يبقى انا هعمل طايمز تين طبعا دي الحقيقة اللي احنا اخدناها في الدروس اللي قبل كده. يبقى هنا هقول طايمز تين. يبقى البوينت حتيجي هنا هتبقى ودي هتبقى كام سيرتي. يبقى سيرتي هتدينا فيفتين. يبقى اول واحدة معي فيفتين. فين عندنا اللي هي اخر واحدة خلاص? مش لازم ان انا اكمل. تمام? ولو حب ان انا اكمل برضو هقول عندنا زيرو بوينت تو. هعمل طايمز تين. دي هتبقى ودي هتبقى وان هاندرد فيفتين. وان هاندر فيفتين دفايد تو. حد دينا سيفينتي فايف. اخر درس معانا في المنهج وهو بعنوان يعني حل المسائل الكلمية باستخدام الانات العددية. تعالوا برضو هنحل كده ونشرح عن طريق الامثلة. يعني بيقول لما كان عندها ست سنين. here brother tamir. اخوها tamir. كان عنده was half hair edge. اخوها tamir كان عنده نص عمرها. يبقى هي عندها كان عندها معانوز لها بس كان عندها سكس. واخوها tamir كان عنده كم? كان عنده نص عمرها. يبقى هو عنده ثري. how old will tamir be؟ يعني عمر tamir هيكون لما عندها هتكون عندها يبقى عندنا الفرق ما بينهم هما الاتنين فرق العمر بينهم عندنا او تلات سنوات بينهم هما الاتنين يبقى لما هو هيكون عنده اتناشر سنة او هي ساري هيكون عندها اتناشر سنة يبقى هو عنده قد ايه هقول التلات سنين اللي فرق ما بينهم هما الاتنين حيدينا ناين طيب هنا بيقول هنا نكمل الجدول طيب عمره عندنا شمس عمرها كان بيقول 15 احنا قلنا ان شمس لما كان عنده او كانت عندها 6 سنين اخوها تامر كان نصف عمرها يبقى عندنا بينهم هما الاتنين قد ايه هو عندنا او هي عندنا 6 وهو كان نصف عمرها يعني كان عنده 3 years يعني هو ما بينهم قد ايه. ما بينهم عندنا سري. يبقى هنا لما هي تكون عندها ففتين عندها خمسطلاشا سنة. يبقى اخوها هيكون عنده قد ايه. هقول. و لما تكون عندها سيفنتين يبقى سيفنتين مينس برضو سري هيدينا فورتين. ولما هي او هو يكون عنده سيكستين. يبقى هي هيكون عندها كام? يبقى سيكستين بلاس ري. هيكون عندها ناينتين. ولما يكون عندها يبقى سيدينا ناينتين. ولما يكون عنده يبقى هي سيدينا تمام? طيب تعالوا نحل السؤال اللي بعدهم. بيقول يعني سيارة استهلكت. لتر واحد من الوقود. عشان تغطي تين كيلومتر. عاوزنا نكمل. لما هي عندنا عدد اللترات. لما كان يبقى المسافة قدلها تغطيها تاني. طب لما تكون عندنا يبقى كام? يبقى عندنا تين. يبقى توني. ولما تكون عندنا يبقى سري. يبقى سري. طايمز تين. حدينا سيرتي. طيب فورتي يبقى بفورتي. ديفوازة تين حدينا فور. يبقى ففتي. ديفوازة تين حدينا فيف. يبقى هنا بيقول. يبقى هنا بيقول يبقى كان عدد اللترات من الوقود اللي حتغطيها لما تستهلك او تغطي مسافة قد ايه? تسعين كيلو مترا? قلنا عندنا هنا يبقى 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 بنعمل ايه? لما بنعمل من كبير والصغير بنعمل يبقى هقول هنا لو قلنا يبقى يبقى عندنا سكس ولما يكون عندنا المسافة يبقى هقول لما اجي اقول يبقى يبقى هادينا هادينا تمام? طيب اللي بعدها هيبقى هقول طيب يعني ايه الحد الاقصى للمسافة اللي العربية حضغطيها لو فيه لو فيه يعني اربعة وعشرين لتر من الوقود يبقى انا هقول له التن اللي معنا ديت اللي احنا طيب بتاعتنا اللي هي اللي احنا ماشيين بها دي يبقى هقول له ده طايمز ده طبعا نزيله هينزل وعندنا يبقى يبقى هوندرد فورتي هقول له كيلو متر يبقى دي مسافة اللي هي هتغطيها تعالوا نحلي لبعده لو تلاتة كيلو جرام من السكر عشان مستخدمة عشان نعمل بيها ايه يعني يقول تعمل بيها مربة مربة المشمش لو تلاتة كيلو جرام من السكر استخدمناها علشان نعمل ستة جرام من مربة المشمش فعاوزين نكمل اللي هو ايه اللي هو التابولي اللي معي ده اول حاجة بيقول كمله يبقى سري كيلو جرام هتعمل سكس يبقى عندنا احنا الرول بتاعتنا ان سري دي اصبحت سكس يبقى عملنا يبقى هنا هقول one times two حيدينا two two times two حيدينا four three times two حيدينا six طيب هنا four times two حيدينا ايه طيب يبقى هنا بيقول how many kilograms of the same kind of jam can be made out of six kilograms of sugar كما عدد الكيلو جرامات بيقول من نفس النوع المربة علشان تعمل لنا ستة كيلو جرام من السكر تمام احنا قلنا هنا عندنا four اصبحت ايه يبقى five five times ten حيدي five times two ten طيب سكس يبقى six times two حيدينا twelve يبقى انا هقول له هنا كام هقول له twelve كيلو جرام how many كيلو جرام of sugar are needed to make eighteen بيقول كما عدد كيلو جرامات من السكر اللي محتاجينها علشان نعمل اتين كيلو جرام ده انا الرول بنعمل times two طب هنا عاوز هو جايب هنا عندنا جايب لنا الكيلو جرامات يعني هو جايب الاتين دي ما كان هنا هو عاوز دي اللي هنا يبقى انا هقول له اتين divide two حيدينا nine تمام لان هو المرة دي عاوز الكيلو جرامات من السكر زي ما شفتم معي طبعا المسائل كلها بتكون بنفس الفكرة ان احنا نشوف النمط ونكمل التابل زي ما شايفين كده معي تمام كده احنا نكون خلصنا مع بعض منهج الماث بالكامل كنت سعيدة معكم طوال العام الدراسي انتظروني الفيديوهات القادمة ان شاء الله هتكون كلها فيديوهات مراجعة لحد ما تيجي امتحانات نصف العام اتمنى لكم التوفيق والنجاح